السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمها مرحبا بك المحبي وعشيق لعبة سنة الأسطورية ما زال هذا الوقت أصدقائي سوف يسيل المزيد من اللعاب مازلنا نتحدث عن هذا الوقت وسوف يسيل المزيد من الميدات حوله موضوع الحقر لحلقتنا اليوم صراحة لا أعلم إذا كنتم سوف تتفقون معي أو لا لكن أحاول فيه القيام بخروج بوجهة نظر حول الأصل الطاغي نعم سوف تلاحظ أني أكثر تلف فيديوهات حول هذا التنين لكنه يستحق هذا الفيديو لنقول شيء جديد في لعبة التنين الأسطورية لأول مرة يتواجد القديم مع الطاغي وهذا يستحق منه بعض النقاش للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة أو لنقول للوصول إلى النتيجة المرجوة بين قوسين بطبيعة الحال الآن بالنسبة لهذا التنين صديقي سوف يتواجد معه التنين كما قلنا أعجبني تعليق أحد الأصدقاء في القناة يوم أمس قال لي عمر سوف أحصل إلى هذا التنين وصف لن أقاتل به وصف أضعه كزينة حتى يصبح حسابي مميز هنا صراحة رقني هذا التعليق لأنه مثل هذه التنين نعم أنا لا أقول لك لا تحصل عليه احصل عليه نصة طعس أبدو الأقصى ما في موجودك تواجده في حسابك بحد ذاته يجعل حسابك مميز جدا يعني أي حساب متواجد في هذا التنين لنقول يكون حساب مميز ولكن أن تستخدم هذا التنين هنا كلام آخر عموما هدتني صديقي على أساس أنه لديه ثلاثة من العناصر كلها هجومية هذه العناصر الثلاثة الهجومية لدينا التاغي التاغي يصنف أصدقائي على أنه عنصر هجومي كان أخبرني أحد الأصدقاء في القناة في الأيام الماضية قال لي عمر لماذا سأقول أن التاغي هو عنصر هجومي بينما آداءه دفاعي هو يدافع ولا يهاجم صديقي لسه أنا من أقول أن التاغي هو عنصر هجومي اللعبة نفسها تقول العنصر هجومي ونحن بطبيعة الحال لن نعلم ما هي العناصر أكثر من الشركة التي صنعتها الشركة قالت أنه هجومي خلص هجومي إذا أردتم حلقة خاصة أوضح فيها كيف أن العنصر التاغي هو هجومي اذكروا ذلك في التعليقات أو سوف أصنع حلقة خاصة نوضح فيها لماذا العنصر التاغي هو عنصر هجومي إذن هنا نتفق على أساس أن التاغي هو عنصر هجومي القديم كذلك هو عنصر هجومي كما نعلم والنباس هو عنصر هجومي إذن هنا لدينا تنين هجومي 100% والعقل والمنطق يقول بما أنه تنين هجومي 100% هنا يطور على أساس هجومي لو سلمنا بآراء بعض الأصدقاء على أساس أن العنصر التاغي هو دفاعي إذن هنا لدينا اثنين من العناصر الهجومية وهو لنقول القديم وكذلك النباس إذن هنا لدينا تنين هجومي 100% التطوير لهذا التنين بطبيعة الحال سوف يكون على أساس هجومي طيب لدينا عنصر النباس وعنصر القديم هذين العنصرين يشتركين في نفس الأختام القديم والنبات يشتركين في نفس الأختام وفي نفس التطوير كيف ذلك؟ بالنسبة للنبات له تأثير سلبي على العدو بالنسبة للقديم له تأثير سلبي على العدو النبات يسمم العدو والقديم يقلل من ضرر العدو هنا أحاول بطبيعة الحال تبسيط المعلومات قدر الإمكان ولا ندخل في تفاصيل لنقل أعمق حتى تكون المعلومة واضحة ومفهومة إذن هنا لدينا إثنين من العناصر لديها تأثير سلبي على العدو والمنطق يقول أنه بما أنه النبات له تأثير سلبي القديم له تأثير سلبي هنا بطبيعة الحل صديقي ختم سحر لابد أن يتجواجد من التأثير السلبي الذي يحدث هذا التنين حتى نستطيع الاستفادة منه هنا لابد أن نضع ختم سحر لأن ختم سحر يقوي الآداء لنقل الخاص بالنبات وكذلك بالقادم إذن هنا نتفق على أنه هذا التنين يحتاج إلى ختم سحر سحر حتى يستفيد منه العنصر القديم وكذلك يستفيد منه العنصر لنقل عنصر النبات وبما أنه صديقي اتفقنا على أنه ختم سحر هو المناسب لهذا التنين حتى نستطيع الاستفادة من تطوير النبات والقديم هنا نحتاج إلى ختم ثاني الختم الثاني طبعا لا بد أن يكون لكل ختم قوي هذا الختم وهو ختم قابل قابل حتى نستطيع استقبال أي تحسينات أي تطويرات حتى من سحر نفسه حتى نستطيع استقبال لنقول هذه التأثيرات الإيجابية بشكل أكبر لهذا نحتاج إلى قابل إذن هنا منطقيا كما قلت طبعا كل لعب حر في تطويراته وكل لعب له نظرته الخاصة في التطويرات ولكن لنقول بالورقة والقلم وبالصبورة والقلم هنا هذا التنين يستحق أختم سحر وكذلك قابل ختم سحر وختم قابل هذه الأختم قابل يستفيد منها العنصر التاغي ولكن ختم سحر لا يستفيد منه العنصر التاغي لماذا؟ لأن العنصر التاغي أدأه في إدارة المعركة توجيه العدو للهجوب أو إجبار العدو للهجوب على أهداف معينة وكذلك درع التاغي هذا الدرع التاغي حتى نستطيع الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن وهنا أتحدث كما قلت منطقيا الدرع التاغي عبارة عن تأثير إيجابي والتأثير الإيجابي يقويه ختم أعجوبة حتى نستطيع الحصول على الدرع لنقول قوي درع التاغي قوي نحتاج إلى خزم أعجوبة أعجوبة لا يعمل بشكل جيد مع النبات لا يعمل وبالنسبة للقديم عليه خلاف إذن هنا نحن في ورطة تطويرية لهذا السنين الورطة التطويرية لو وضعنا أعجوبة زائد قابول النبات لن يستفيد والقديم سوف يستفيد لكن بنسبة أقل لو وضعنا سحر وقابول هنا النبات والقديم سوف يستفيد من التطوير ولكن التاغي لن يستفيد وإذا عدنا لأصل هذا التنين فإنه تنين تاغي ويحتاج لنقول لتطويره على أساس أنه تاغي وليس قديدا هنا مشكلة أو ورطة تطويرية هناك بطبيعة الحال لكل قاعدة هناك خرق لو خرقنا هذه القاعدة نستطيع مثلا تقول لي ضع سحر حتى يستفيد لنقول النبات والقديم وضع أعجوبه حتى يستفيد لنقول التاغي هنا طبعا تطوير لنقول غير معقول ولكن يمكن للعبين تجربته إذن أصدقائي من يظن أن هذا التنين هو السهل في تطويره لمن يريد استخدامه فإن الأمر صعب حيث لا يعقل أنه تنين هجومي 100% نضع عليه أختم لنقول دفاعية خطب قابول دفاعي ولكن يعمل مع التنين الهجومية حيث يساعدهم على البقاء في أرض المعركة لأطول فترة ممكنة ويزيد من آدائهم ولكن أعجوبه لا أنصح به لنقول تنين هجومية 100% يكون وقتها خسم السعر سوف يكون أداؤه أفضل إذن هنا سوف نقع في ورطة تطويره من هنا أقوم بترح سؤال على كل الأصدقاء هذا طبعا هنا فصلت أو شرحت هذا التنين حتى نصل إلى هذه النقطة بالذات في هذا الفيديو هنا سؤال لكل الأصدقاء صديقي أنت لو حصلت على هذا التنين ما هي التطويرات التي تقترحها من حيث أكاديمية التنين لأنه في هذا الفيديو سوف تلاحظ أني لم أتحدث عن تطويرات أكاديمية التنين سوف أدعوها لكم حتى لنقول تبدعوا فيها ما هي التطويرات في أكاديمية التنين لكل عنصر وكذلك أصدقائي ما هي الأختم التي ترون أنها مناسبة لهذه التنين والصديقة لنقول الأصدقاء الذين سوف يفسرون تطويراته سوف نكون سعداء جدا بذلك لأنه أنا شخصيا أريد التعلم من تطويرات الأصدقاء يعني حتى تزول هذه الحيرة من ذلك يعني أريد أن أراكم كيف سوف تطورون هذا التنين لنفترض صديقي أنك حصلت على هذا التنين أخبرنا في التعليقات ما هي التطويرات التي تراها مناسبة ولو حصلت على هذا التنين هل بنادرك سوف تستخدمه أو لا واكتب لنا لماذا لماذا أطرح هذه الفيديوهات أو هذه اللي نقول الأسئلة حتى نحاول الوصول إلى معلومات قد لا نعلمها لأننا نحن كلاعبين ومن خلال صديقي التطويرات التي سوف تذكرها لنا طبعا لا تقول أنا لا أعلم التطوير ولا تقول أنا لا أريد أو لا لأني نقول لا أفهم ما هي التطويرات الصحيحة كل تطويراتكم أصدقائي سوف أقرأوها وسوف أخذوها بعين الاعتبار لأنه من خلال هذه التطويرات سوف نتعلم كيف نقوم بتطوير التنين ولله الحمد معنا يوجد معنا في القناة مجموعة من المحترفين صراحة أنا بعض الأحيان أتعلم منهم دائما نستفيد من خبراتهم في هذا الفيديو ومن خلال هذه التنين سوف نرى التطويرات التي سوف تقوم باقتراحها علينا أصدقائي وكذلك لنقول الشكل الأمثل أتمنى أن يكون التعبير صحيح التطوير الأمثل أو المثالي لهذا التنين حتى نستفيد منه ولا ربما من يعلم ما ربما يكون هذا الفيديو عبارة عن مرجع في كيف يتطوير هذا التنين والاستفادة منه بالشكل الصحيح أتمنى بالفعل أن يكون وفقت في هذا الفيديو وفي انتظاركم أصدقائي سؤالي الذي أكرره لو كان لديك هذا التنين صديقي هل سوف تستخدمه كأساسي؟ ولو استخدمته ما هي التطويرات الأساسية؟ أو لنقول التطويرات الصحيحة لا من حيث الأختم ولا من حيث تطويرات أكاديمية التنين التي ترى أنها صحيحة لهذا التنين شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر